موسيقى أسعد الله أوقاتكم بكل خير أتمنى أن تكونوا بكل الصحة والعافية في برنامجنا اليوم محطات غنية ومتنوعة ابقوا معنا على المتابعة كالمعتاد نبدأ بجولة سريعة عن آخر الأخبار والمستجدات معنا على الخط الهاتفي الزميل إشحادي عازم محرر موقع فانيت وجريدة فانوراما تحياتي أهلا بكي معاد أهلا بكي بجميع المشاهدين والمشاهدات أمس رئيس الحكومة أعلن عن تقييدات جديدة بخصوص الكورونا أطلعنا عنها صحيح بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالكورونا كان هناك اجتماع يوم أمس لما يسمى المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا كابينات الكورونا ورئيس الحكومة بن يمين نتنياهو أعلن ما توصل إليه المجلس المصغر المجلس الحكومي المصغر وهو تقليص التجمع في القاعات حتى 50 شخصا والتجمع حتى 20 شخصا الآن المطيات الواردة اليوم يعني عدد الأشخاص الذين يحملون فيروس الكورونا اليوم كان هناك تسجيل عدد قياسي بالإصابات 1107 إصابات جديدة بالكورونا منذ يوم أمس حتى صباح اليوم نعم أطلعنا عن المعطيات بأرقام حول إصابات بالكورونا في البلاد ولكن خلينا ناخذ إحصائيات في المجتمع العربي ماذا يحصل؟ هناك تحدثنا أمس عن الارتفاع عن أكثر من ألف حالة نشطة بإصابات الكورونا في المجتمع العربي الهيئة العربية للطوارئ حذرت من أن الارتفاع يتزايد وأن الارتفاع مقلك خاصة بشكل خاص في منطقة النقب اليوم كان هناك قبل البرنامج برنامجك على الموعد مع معاد كان هناك بس لخطبة الجمعة من مدينة أم الفحم نعم الشيخ الدكتور مشهور فواز وهو يعني أحد القائمين على اللجنة الطبية المنبسكة عن مجلس الإفتاء وهذه اللجنة عقدت يوم أمس في الاجتماع وقال في خطبة الجمعة وقال أيضا أمس في الاجتماع بأنه الإزدياد في الإصابات أو حالات الإصابة بالكورونا في المجتمع العربي مصدرها بشكل أساسي والمناسبات والأفراح هل في تعليمات يعني تحد من موضوع المشاركة في هذه المناسبات؟ الآن البقيضات الجديدة هي حتى 50 شخص لا أعتقد أن هناك في عرص في مجتمعنا العربي سواء في الجليل أو المثلثة أو النقم ممكن أن يكون بمشاركة فقط 50 شخص نعم لا يقصد مع العادات والتقاليد العربية ونحن تحدثنا أن الكثير من العرسان والعائلات فضلت تأجيل الاحتفال بزفاف ابنها أو بنتها إلى موعد غير معلوم حاليا بسبب هذه التقييدات هناك حالات بأنه تم إجراء حفلات زفاف بمشاركة قليلة اقتصار على العائلة ونحن رأينا شباب عرسان وعرائس اللي أعلنوا أن يتفهمهم القارب والأصدقاء بسبب الوضع الحالي نعم الوضع نقول خاص أعطنا قراءة سريعة من أهم الأحداث التي شهدها المجتمع العربي في البلاد بالإضافة قبل أن نبدأ بالاستطلاع السريع بسبب الارتفاع في عدد الإصابات بالكورونا ورغم أن الحكومة والوزراء في مرارا وتكرارا يقولون أنه لا عودة إلى إغلاق شامل في البلاد هناك إغلاق أحياء أو مناطق أو مدن أو أكثر من حي في مدينة أو بلدة ولكن شبكات تسويق الأغذية في البلاد تفيد ظهرها هذا اليوم بأنه يتم تسجيل ارتفاع ملحوظ وكبير على عدد المتسوقين في أفرع في شتى أرجاء البلاد على ما يبدو أن الجمهور متخوف من إغلاق قادم رغم أن الحكومة والوزراء يكررون ويقولون بأنه لا إغلاق شامل في البلاد في الأفق أو في المنظر القريب نعم شكرا للتوضيح نعم بخصوص المجتمع العربي كراءة سريعة أمس للأسف الشديد تم تسجيل حالة قتل الجريمة قتل في مدينة الطيبة شاب في الأربعينات في بداية الأربعينات من عمرها أم لطفلة واحدة تعرضت للطعن ولقيت مصراحة على الفور الحكومة الشرطة عفوا أعلنت عن اعتقال زوجها كمشتبه به في تنفيذ الجريمة واليوم الشرطة أعلنت أنه تم تمديد اعتقال الزوج لمدة سبعة أيام قادمة أيضا هذا الأسبوع شاهدنا إطلاق صراح عدد من الوصالة السلطات المحلية العربية بينهم نايف أبو عرار رئيس مجلس عرعالة النقب ورئيس ورؤساء مجالس آخرين الذين كانوا قد اعتقلوا لمدة أكثر من أسبوعين نحو أسبوعين بسبب شبهات بالرشاوة كانت احتفالات كبيرة رغم تقييدات الكورونا في عرعالة النقب وهذا بالمجمل أهم الأخبار هذا الأسبوع نعم نشكرك جزيلا شكر زميل الشحادي على هذا الموجز الإخباري شكرا لك معاد شكرا لك